اشتركوا في القناة والتي اغلق فوقها بنسبة جلس سلم 7608 نقاط ولكن في جلس سلم نلاحظ ان تقريبا بعد نصف ساعة من التداولات يتخلى عن هذه المستويات وتراجعات ب21 نقطة وب13% 7586 نقطة قيمة تداول ما تزال ضعيفة عند 717 مليون ريال وكذلك بنسبة لحجم التداول لا تزال ضعيفة عند 42 مليون سهم يأتي هذا في ظل وشهدنا تحسن واضح بنسبة في قيمة التداول في جلس سلم وليسجل ترتفعات ب6% ولكن تداولت ما دون الأربعة مليارات ريال كذلك شهدنا تحسن واضح كذلك حتى في أحجام التداول وصلت إلى 171 مليون سهم في جلسة أمسوا بارتفاعات طفيفة بأكثر من 5% في ظل كذلك وحتى ارتفاع الصفقات وصلت إلى 5% واضح في المؤشر ما يقارب 5000 صفقة وإلى نتائج الشركات حيث أعلن بنك الجزيرة عن النتائج المالية عن العام 2017 والتي أظهرت تراجع بواحد أظهرت انخفاض بواحد وستة عشر في المئة ومسجل بنك ما يقارب 858 مليون ريال ولكن يأتي هذا مقارنة ب872 مليون ريال حققها المصرف خلال نفس الفترة من العام 2016 ارتفاع أرباح الربع الرابع بـ 28% وحق المصرف ما يقارب 194 مليون ريال كذلك أشار مصرف أن ارتفاع مصاريف العمليات بـ 8% خلال العام الماضي والتي أثر بشكل إيجابي بالنسبة على نتائج الشركة خلال العام 2017 كذلك منسبة ارتفاع مصاريف العمليات بـ 8% كذلك البنك ببيع أرض مملوقة له ولي نتج عنها مكاسب بـ 209 مليون ريال كما ذكرت بالنسبة كان هناك قفزة بنسبة في أرباح الربع الرابع بـ 194 مليون وبلنسبة 28% والتي كانت بسبب أساسي إلى بنسبة ارتفاع صافي العمليات بـ 12% صافي دخل العمولات الخاصة كذلك صافي دخل تحويل العمولات الأجنبية والتي كان له بشكل إيجابي تأثير واضح بالنسبة على نتائج الربع الرابع وكذلك حتى على العام 2017 ولكنها آتت دون التوقعات بانخفاض 1.6% نلكن نظرة كذلك مشاهدين بالنسبة على أداء السهم في جلسة اليوم نلاحظ بنسبة السهم على تراجعات بـ 1.17% 14.8 مليون وبلن وبخسائر بلغت ما يقالب 25 هللة للسهم وإلى قطاع البيترو كيميكا الحيث أظهرت نتائج بيترو رابع قفزة كبيرة في الأرباح 4000% خلال العام 2017 وبمحققة 1.423 مليون ريال ولكن ماذا عن الربع الرابع كذلك لنقفزة في أرباح الربع الرابع بـ 254% والتي شكلت ما يقالب 641 مليون ريال من إجمال الأرباح التي حققها شركة بيت الرابع خلال العام 2017 شهدنا زيادة في الانتاج والمبيعات والتي أوعزتها الشركة للسبب الأساسي بالنسبة لنمو أرباح الشركة خلال العام 2017 كذلك ذكرت الشركة استقرار بالنسبة لعمليات الانتاج التحسن المستمر كذلك في الأداء التشغيل خلال الفترة الماضية زيادة في الانتاج وتحسن أسعار أو تحسن متوسط أسعار بيع المنتجات كما ذكرت بالنسبة للربع الرابع كان قفزة بـ 641 مليون ريال ولكن أتي هذا مقارنة بما يقارب 171 حقتها خلال نفس الفترة من العام 2017 في حين يأتي هذا في ظل أن القفزة الكبيرة في الأرباح مقارنة بـ 35 مليون حقت الشركة كإجمالي على العام 2016 وفي هذا العام تحقق ما يقارب مليار و 423 مليون ريال نولق نظرى مشاهدين بالنسبة على سهم شركة بيترو رابغ نلاحظ أن السهم اليوم كان على أداء إجابي بالنسبة في بداية الجلسة نولق نظرى بالنسبة على سهم شركة بيترو رابغ كان السهم اليوم على أداء إجابي بالنسبة في بداية الجلسة يأتي هذا في ظل كما ذكرت بالنسبة عن نتائي الشركة والتي حقت قفزة كبيرة بالنسبة خلال العام 2017 والتي حقت بالنسبة قفزة كبيرة بـ 3965% ربما لتحسن إسعار النفط قال له أداء إيجابي بالنسبة على غالب نتائج شركات البترو كيموات واللي حقت أداء إيجابي بالنسبة عن إعلام بعض نتائج شركات خلال الربع الأخير من عام 2017 واللي كان شهدنا فيها تحسن لأسعار نفط واللي ألقى بضلاله بالنسبة على قطاع البترو كيموات بالشكل العام نلاحظ أن القفزة الكبيرة كانت بالنسبة في أرباح الربع الرابع غالب شركات البترو كيموات كانت لها قفزة كبيرة بالنسبة في أرباح الربع الرابع بما يقارب 641 مليون ريال وكما ذكرت بالنسبة 254% قفزة بالنسبة في أرباح الربع ربع ولكن كما ذكرت يأتي هذا في ظل بالنسبة أنه تحسن متوسط أسعار بعض المنتجات واللي كان له أداء إيجابي بالنسبة على غالب شركات البترو وكذلك الزيادة في الانتاج والمبيعات وكذلك التحسن المستمر في عملية تشغيل الأرباح بستة والمكاسب بستة في المئة في بداية جلسة اليوم 21 و 18 هللة بمكاسب بلغة ما يقارب ريال و 15 هللة للسهم ونستكمل إعلانة الشركات ولكن مع القطاع العقالي حيث وعنت شركة دار الأركان كذلك عن نمو في أرباحها خلال العام 2017 120 في المئة حقت شركة 553 مليون ريال مقارنة ب250 مليون ريال حقتها الشركة خلال نفس الفترة من العام 2016 الأرباح الربع الرابع 320 مليون القفزة في أرباح الربع الرابع ب759 في المئة وحقت فيها الشركة 320 مليون ريال لكن يأتي هذا مقارنة مع 200 مليون حقتها خلال نفس الفترة من العام 2016 ارتفاع مبيعات العقارات واللي ساهم بالشكل الإيجابي في نمو أرباح الشركة خلال العام 2017 وكذلك حتى خلال الربع الرابع من العام 2017 واللي حقق قفزة ب759 في الماء كذلك ارتفاع الإيجارات والمرابحات الإسلامية واللي كان لها شاط إيجابي بالنسبة للشركة خلال العام الماضي نلقي نظرة مشاهدين بالنسبة على أداء السهم بعد أن نشهدنا لهم أداء إيجابي بالنسبة السهم كذلك على مكاسب إيجابية بـ 24% وعند سعر 10 ريال و48 هلل ومكاسب بلغة ما يقارب 42 هللة للسهم ونلقي نظرة كذلك مشاهدين نستكمل عمل الشركات ومن الصناعات المتطورة والتي كانت فيها قفزة بنسبة في أرباحها بـ 152 في الماء وبتحقق الشركة من قارب 30 مليون ريال كذلك بنسبة شهدنا قفزة في أرباح الربع الرابع بـ 356 في الماء واللي حقت فيها الشركة 9 ملايين و800 ألف ريال في حين كذلك ارتفاع وأرباح الشركات الزميلة ساهمت بالشكل الإيجابي في نمو أرباح الشركة خلال العام 2017 كذلك ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف التمويل رغم ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية واللي كانوا تأثير محدود جدا على نتائج الشركة خلال العام 2017 في حين ذكرت الشركة أنه كان إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الأخير كما يقال بـ 9 ملايين و2 و8 ألف ريال مقارنة بـ 47 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي نلقي نظرة مشاهدين بالنسبة على أداء السهم في جلسة اليوم ولاحظ السهم اليوم على أداء إيجابي كذلك بـ 1 و16 في الماء ارتفاعات 13 ريال و88 هلنا وبمكاسب بلغت ما يقال بـ 23 هللة للسهم مشاهدين دعونا نستكمل ولكن مع أداء القطاعات بعد أن نشهدنا أداء سلبي بنسبة لغالب القطاعات القيادية في المؤشر خلال جلسة الأمس اليوم تباين واضح بالنسبة على أداء القطاعات ونلاحظ أنه سبك من العالمية على ارتفاعات بـ 19 في حين كذلك أنه سابق على تراجعات بـ 14 في الماء وخمسة ريال و60 هلنا وبخسائر بلغت ما يقال بـ 36 هلنا في بداية جلسة اليوم تراجع واضح بالنسبة للشركات تفاوت من ربع النقطة الموية بالنسبة لينبع وإلى أكثر من 17 بالنسبة إلى المجموعة السعودية نولك ندرك كذلك مشاهدين بالنسبة على أداء القطاع المصرفي سهم شركة الراجحي ثغط بشكل سلبي على أداء المؤشر في جلسة أمس كذلك ما زال يواصل القطاع المصرفي اليوم التراجعات تراجعات سهم الراجحي بـ 17 في الماء و74 لـ 30 هلنا وبخسائر بلغت ما يقال بـ 50 هلنا للسهم كذلك يواصل البنك السعودي بريطاني التراجعات بـ 17 أعشار كذلك البنك الأهل التجاري على تراجعات بـ 13 وأخيرا بنك الريال على تراجعات طفيفة ومحدودة جدا 13.60 هلنا للسهم نستكمل مشاهدين ولكن مع قطاع الاتصالات نلقي نضرب النسبة ولاحظنا السهم الاتصالات السعودية على ارتفاعات إيجابية اليوم يخالف شركات القطاع باللون الأخضر 13 في الماء ارتفاعات 73 إلى 80 هللة وبـ 20 في الماء ارتفاعات ويضيف ما يقارب 19 هللة في الجلسة اليوم في حين اتحاد العذيب واتحاد كذلك الاتصالات على تراجعات بنصف النقطة المائوية وما زالت الاتصالات المتنقلة على ثبات 7 ريالات و10 هللات لأسهم نستكمل مشاهدين ولكن نضرب النسبة على الأسهم الأكثر ارتفاعا في جلسة اليوم ولكن نضرب النسبة نلاحظنا اليوم أن شركة بيت الرابق على مقدمة القائمة ارتفاعات بـ 5 في الماء كذلك لها شركة دار الأركان للطوير العقاري واللي حق تقفزة في الأرباح من واحد اليوم السام كذلك على 4 في الماء شركتين كلها حق تقفزة بالنسبة للأرباح 4000 في الماء بالنسبة لبيت الرابق و120 في الماء لدار الأركان كذلك أنه بروجل التأمين على ارتفاعات بـ 24 نقطة الماوية والخليجية وكذلك المتطورة على ارتفاعات بـ 1 و 17 والخليجية على أقل من 2 في الماء مكاسم ما يقارب 34 هللة لأسام والقناترا مشاهدين كذلك على الأسهم الأكثر انخفاضا نلاحظ أن يومد قرف للتأمين على تراجعات للجلسة الثالثة على التوالي تراجعات بالنسبة القصوى 9.5 النقطة المئوية يليها التعاونية كذلك على تراجعات بـ 3.4 النقطة المئوية مبكو كذلك على تراجعات بـ 2.5 النقطة المئوية وطباع وتغريف واسمنتل جوف كذلك على تراجعات بـ 22 في النقطة المئوية